بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعوهم بحسن إلى يوم الدين ان شاء الله سنتحدث عن الليبية الأول في الـ Control Protection and Substation فأول حاجة من الكامير الأولين هي السينجر لاندرام قبل أن تفكر في أي محطة يجب أن تقرأ في محطة سينجر لاندرامب تحت يجب أن تقرأ في محطة سينجر لاندرامب تحت يجب أن تقرأ في محطة سينجر لاندرامب تحت أتعرف بعدها و ستقسط لاندرامب تحت هتشوف الليبيةcible البورجية المحطة سينجر لاندرامب تحت محطة سينجر لاندرامب تحت محطة سينجر لاندرامب تحت تمام؟ اول حاجة ترتضح سنجل الان دا جرامي هتشوف كده المحطة عبارة عنه الجزء ده انه هو الخطة ده يبقى هو ده الجزء ده انه هو متين وعشرين جي ار اس الجزء اي ده بس هو ده متين وعشرين جي ار اس ده الجزء جي ار اس بتاع المحطة تمام؟ لو بينا شوف مدين وعشرين نشوف الكونفجرشن متاع البطبور هنفهم برضو هيكونفجرشن نشوف الكونفجرشن اتنين بصبار سينجل بريكر وز بس قبل سينجل بريكر تمام؟ فلو نبص على البصبار البصبار ده معنواته ايه؟ بصبار واحد يسميني واحد ايه؟ وطوق ايه؟ هتلاقي الناحية التانية اللي فاصل بينهم بص قبل بصبار 1B 2B تمام؟ على كل بصبار قال لك البصبار 50 هيرتس ده مصر 285 كيلو فولت 2500 امبير 50 كيلو فولت امبير 50 كيلو فولت امبير على واحد ثانية ده شوف ساكت بتاع البصبار فلو جينا اي محطة اي محطة؟ اي محطة؟ المحطة متبقاش بس الوحدة المحطة تكون رابطة مع محطات تانية المعدة يعني ده محطة يعني مثلا ده كابل الوبرهيدلاين من التابلات الوبرهيدلاين اللي موجودة في كل شعرة ما تشطوها رابط ده كابل الوبرهيدلاين رابط مع كابلة تانية في المحطة تانية الوبرهيدلاين واصل من محطة�ات تانية تسمية الكيلو بيك سركت واحدة تمام؟ وكذا عملت الشبط الموحدة ده كابل الوبرهيدلاين كل ما يشطوه على الوبرهيدلاين لسام المعدة ابت على الوبرهيدلاين تمام؟ في حطة اثناء الكيلو بيك سركت واحدة تمام؟ المحطة بيكون كده Overheadline كده ترانسفور موسيقى بيحول من الـ 226 لو جاء نشوف الـ 2266 11 و Overheadline و بيتيات على البصبار المحطة بيتيات على البصبار والبص قبل البصبار و لو جاء نشوف الـ LINE مثلا يتلاوم الـ الـ LINE يتلاوم الـ رابط على البصبار و الـ Disconnector و X Switch و هنا برضه فشي نعمل مثل الـ X Switch هي واس بـ X Switch يجباني في الاسم و بحاجة هذه كده اثنين الـ Disconnector على كل البصبار الـ Disconnector الأولاني على البصبار الأولاني الـ Disconnector اثنين على البصبار التالي و كله ده رابطنا على الـ Break فالـ Configuration ده اسمع Double-Bassbar Double-Bassbar Single-Breaker Double-Bassbar Single-Breaker و لكن اخش على البديهات فتلاح المحوظ 22 تاليين فيه 4 مدهار 4 مدهار 4 مدهار الـ 60 الأولاني هو الـ 61 بكذا كون تمام؟ فتلاح الـ 61 بـ 1 2 3 4 3 مدهار 5 بيهار 30 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 و نصف أم 5 بيهار 30 سنفهم يعني مدهار 30 و هناك فى الـ Disconnector من الـ High Speed الـ S تقوم بتاع الخط اسم الـ Disconnector الخط و X تقوم بتاع الخط تمام؟ و ده خلاص طلع من سواء S و هناك جاء S أخير هنا خلاص تمام؟ و هناك فى الـ Back و هناك فى خط و سيرجع الـ Restore و واصل للمحاطة التانية أو المحاطة التانية المحاطة كلها ربطة ببعضها تمام؟ إذا كنا نصل على الـ Transformer بصونا هى الى فيه هنلاقي الـ Transformer النفس الذكرة الـ Disconnector بـ Air Switch رابطه على الـ passive الـ Disconnector بـ Air Switch ماشر عالى فاية التانية مش عالى فاية عالى بصبار و بصبار ده سنجل ده اسمه سنجل يعني خط واحدة المفروض ده في الحقيقة الـ R و S ونيوتر هنا بردو بشركة بريك أرو إلسة تيونيور هناك إستهاج نفس الستيل لفوق موالك سين بي سي واحد نفس الديد تحت بردو هنحكها هنصرح بيعنيت كان لكل تمام؟ وبردو فيه دسكننكتور السوسو في شعن دسكننكتور بفئر السويتش باثيق الصعب تلسكن من نفسه تلسكن من نفسه تلسكن من نفسه تلسكن من النفسه تلسكن من نفسه يحاول 2200 ميجا بردو يحاول 2200 ميجا بردو ينزكن 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 مميزان اردو في سي دي عارضي بردو كلمتكم اللي شرحو بس نعيد اكتب بريكو سين جلاندك برون عبرها عن ايه تمام؟ بعد ذلك نتخش على 6.60 فقالنا في الصباح الثاني بلوم الترانسفورما الأولاني رايحة للاعلى البيدي نفس الفكرة نترانسفورما ده كله في محطة واحدة هذا كله محطة يعني هو جهد محطة ثانية أو بعد جهد محطة ثانية بعد ذلك يدخل على الباسبرات الباسبرات خاد منها ترانسفورمر بي ترانسفورمر ده يعني يحول إلى 6.60 تمام؟ المكتب اللي هو على راحها دي هاي ستفتينجولولت طيب لا ستفتينجولولت عشان نقينا تهني الـ 11 ثم الـ 11 نحولها اللي بقى الـ 1 كيلو اللي هو 440 الـ 400 كيلو فولت الـ 100 كيلو فولت عشان عشان بقى يوصل فينا عندين احنا؟ تمام؟ حصلنا هنا الـ 11 هذا الـ 11 بس بس سيكشن بس بس قبلة بس قبلة دول بس بار بس قبلة بس نفس الимости كلها هنا سابقش ورصح نفس الامر اسكنكتو الواسش رابط عليك اسكنكتو الواسش رابط عليك و هنا سميكيب بريكا و مستيهات تمام و ال F switch شدو ذلك شبهما بغوش بشكل نيكتور بيه اللايب هنا برضو رابط بمحط دمسة ثانية يعني رابط ستة وشتتين برضو جنوه يكون رابط بزين وعشين كله ببعضو ستة وشتتين كله ببعضو كل ما حطت ستة وشتين رابطو كله ببعضو و كل ما حطت ستة وشتين رابطو كلها ببعضو بلد فيه يخش على تنوشن متاع الهدوشن اللايب دميجة بلتا امبير ستة وشتين على هدوشن ده يحول ميك 13 كيلو بولتا امبير و يخش برضو على بص 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 الهدوشن الأولاني بالتنزيم الأولاني بخص بيواجز عباني هذا رايح من اللوط هذا رايح الأربعة مثلا تشوف 1 من 11 و 4 من 10 كيلو بولتا هذا اللي هو جايدنا بيواجز البيوت الماكل بيواجز على المصامر 10 كيلو بولتا بيواجز على المصامر طنعات كبيرة طنعات كبيرة بكل بص كل بص بص تشوف كل بص بص اللي يكون مخاطة ده يبقى او بيك سوف يكون هناك متاع في المحط سوف نشوفه الزبوزة ده مش جائس الزبوزة ده مش جائس الزبوزة ده بسود شديد سوف أعريكو برده بسود شديد ده كله لا داشت يتبع برفا بيدي برفا بيدي بحط البن الكن بعد ويطلع منها يوزع بعض في الجزء اللي هو الأخير ده ده كله بيبقى ليه متاع في المحطة بيبقى ليه متاع في المحطة بس يبقى خطة قدام يعني باشمع مد الوقت شكرا